اشتركوا في القناة قبلها يجب ان نتذكر مجموعة من القوانين التي درسناها في الفصل الاول ومن بعدها سوف نخوض في الاسئلة الخاصة بالدوال المثلثية بالنسبة الى مبرهنتي رول والقيمة المتوسطة كونوا معي اعزائي حياكم الله اولادي مرة اخرى تتذكرون دائرة الوحدة ايام زمان رسمنا دائرة الوحدة وكانت دائرة الوحدة بالتفصيل التالي هذه الزاوية صفر هذه الزاوية باي على اثنين هذه الزاوية باي هذه الزاوية ثلاثة باي على اثنين وسبق وان اشرنا اربع نقاط واتفقنا بان كل منها تبعد عن نقطة الاصل بمقدار واحد هذه النقطة كانت واحد صفر هذه النقطة كانت صفر واحد هذه النقطة سالب واحد صفر وهذه النقطة صفر سالب واحد ويقلنا اي نقطة تقع على محور السينات يكون الواي مالتها صفر اي نقطة تقع على محور الصادات يكون الاكس مالتها صفر أي وحدة من ذن النقاط الأربعة السيني لمالتها كوسين والصادي مالتها سين إذن الزاوية صفر سين الصفر صفر وكوسين الصفر واحد سين التسعين واحد كوسين التسعين صفر سين المية وثمانين صفر كوسين المية وثمانين سالب واحد سين الميتين وسبعين سالب واحد كوسين الميتين وسبعين هو صفر شنو مناسبة هذا التذكير راح تجيني دالة مثلثية اشتقها احولها الى سي اساويها بالصفر اذا ظهر ان ساين السي او كوساين السي واحد من ذول الاتلاث قيم الصفر او الواحد او السالب واحد سوف نستخرج قيمة سي من دائرة الوحدة مباشرة فلو اشتقيت وطلعت لي ساين سي تساوي واحد يا زاوية الساين مالة واحد راح اقول له سي تساوي باي على اثنين اشتقيت وطلعت لي كوساين سي تساوي سالب واحد راح اقول السي تساوي باي اشتقيت وطلعت لي ساين سي تساوي سالب واحد راح اقول السي ثلاثة باي على اثنين اشتقيت وطلعت لي ساين سي تساوي صفر رح أقول لي السي ربما صفر وربما باي اشتقيت وطلعت لي كوساين سي تساوي صفر رح أقول لي السي ربما باي على اثنين وربما ثلاثة باي على اثنين بعد تذكر أيام زمان من رسمنا المحورين الإحداثين واتفقنا بأن الربع الأول الكل موجبا والربع الثاني الساين موجب والربع الثالث التان موجب والربع الرابع الكوساين موجب وإحجينا على كلمة اسمها أستك إذن A-S-T-C أستك قلنا الربع الأول يكون الكل موجب الربع الثاني يكون الساين موجب الربع الثالث يكون التان موجب والربع الرابع يكون الكوساين موجب من بين ثلاث دواء المثلثية فقط اللي هي الساين والكوساين والتان واتفقنا على وجود زاوية سميت بزاوية الإسنات تقع بالربع الأول وقلنا طريقة التعبير عن الزواية بالأرباع الأربعة الربع الأول هي زاوية الإسنات والربع الثاني سيكون باي ناقص زاوية الإسنات والربع الثالث سيكون باي زائد زاوية الإسنات والربع الرابع سيكون تو باي ناقص زاوية الإسنات شنو مناسبة هذا التذكير من خلال تطبيق مباراة نترول والقيمة المتوسطة رح أجي أشتق وأحول إلى سي وأساويها بالصفر رح تطلع لي أما الساين سي أو الكوساين سي وحدة من ذني القيم الستة منه ذني القيم ربما تكون نص وربما تكون جذر ثلاثة على اثنيا وربما تكون واحد على جذر ثلاثة موجب أو سالب هيش نوع من الأسئلة لازم أجردها من الإشارة حتى أستخرج زاوية إسنات وبعدين أرجع الإشارة حتى أستخرج قيمتي سي يعني مثليش أنا وداحل للسؤال رح تطلع لي مثلا ساين سي تساوي سالب واحد على ثلاثة أجردها من الإشارة أقول يا زاوية الساين مالتها نص ارجع لي للجداول اللي أخذناها بالفصل الأول الزاوية الساين مالتها نص هي باي على ستة زين عرفت زاوية الإسنات باي على ستة أرجع الإشارة أقول وين يكون الساين سالب الساين سالب بالربع منه الربع الثالث والرابع طريقة التعبير عن الربع الثالث هو باي زائد إذن رح يصير عندي أما سي تساوي باي زائد باي على ستة اللي هي سبعة باي على ستة أو السي تساوي الربع الرابع تو باي ناقص باي على ستة اللي هي دعش باي على ستة وإذا كانت ساين سي تساوي نص رح أقول زاوية الإسنات هي باي على ستة وين يكون الساين موجب؟ الربع الأول والثاني إذا كوساين وين يكون موجب؟ ربع أول ورابع وين يكون سالب؟ بالربع الثاني والثالث هذا الحشي إذا جدت الساين أو الكوساين وحدة من ذني القيم الستة بنفس المفهوم إذا اشتغلت اشتقيت وساويت بالصفر وأجريت في التبسيط معين وطلعت لي التان سي أو الكوتان سي وحدة من ذني القيم الستة موجب سالب واحد أو جذر ثلاثة أو واحد على جذر ثلاثة أيضا أحتاج إلى مرحلتين المرحلة الأولى أجردها من الإشارة السالبة إن وجدت لاستخراج زاوية إسنات والمرحلة الثانية إرجاع الإشارة السالبة إن وجدت لاستخراج قيمة سي التان يكون موجب بالربعين الأول والثالث كذلك الكوتان ويكون سالب بالربعين الثاني والرابع إذن خلي نرجع نقرأ الملاحظة على شاشة الموزابوك ومن ثم سنبدأ ب حل مجموعة من الأسئلة الخاصة بالدوال المثلثية كونوا معي أحبائي الملاحظة تقول إذا كانت الدالة المثلثية ساين أو كوساين تجيني بشكل منفرد أو تجيني بشكل مجتمع فإنها مستمرة وقابل للاشتقاق على أي فترة لا أقول مستمرة على الفترة المغلقة لأنها تقع ضمن مجالها وأقول قابل الاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها تقع ضمن مجالها إذن ماكو داعي أخوض بالتفاصيل الدقيقة للاستمرارية وقابلية الاشتقاق وأول الأسئلة اللي رح نناقشها ابحث تحقق مبارهنة رول للدالة أفوف أكس تساوي كوساين أكس بالفترة باي على ثنيا ثلاثة باي على ثنيا مرة أخرى أولادي أفوف أكس تساوي كوساين أكس ابحث تحقق مبارهنة رول على هذه الدالة والأكس تنتمي إلى باي على ثنيا ثلاثة باي على ثنيا الفرق بين الدوال المثلثية ودوال كثيرات الحجود نفس البداية الدالة مستمرة على الفترة المغلقة ما رح أقول لي أنها كثيرة حجود باعتبار دالة مثلثية بها صفة خاصة أقول لي أنها تقع ضمن مجالها إذن هذه الكليشة الأولى حاول تحفظها أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة هذه لأنها تقع ضمن مجالها ورح أشوفها بعد شوية من خلال شاشة الموزابوك اثنيا الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة هذه لأنها تقع ضمن مجالها إذن شغلي هو تحقق مبارهنة رول الشرط الثالث هو تساوي الصور إذن هنا رح أجي أحسب صورة الأي والأي هو من هو باي على ثنيا رح أجي أحسب صورة الباي على ثنيا ووراها أحسب صورة الثلاثة باي على ثنيا شنو صورة الباي على ثنيا رح أعوض مكان الأكس باي على ثنيا يعني رح يصير كوسائن باي على ثنيا والتسعين فوق الكوسائن مالتها صفر تذكر النقطة فوق صفر واحد وجوه صفر سالب واحد والكوسين هو الأول إذن كوسين ثلاثة باي على اثنيين أيضا هنا رح يساوي صفر إذن إش رح أقول هنا بما أن صورة الباي على اثنيين تساوي صورة لثلاثة باي على اثنيين مباشرة إش رح أقول هنا رح يصير يمكن يمكن تحقق مبرهنة رول هس هنا شنقول وراها إحنا اتفقنا سابقا أشتق الدالة بالنسبة إلى اكس رح أقول الفتحة للسي تساوي صفر ورا ما أستبدل للأكس أخلي مكان السي أحل المعادلة حتى أستخرج قيمة السي إذن المشتقش رح أصير عندي الفتحة للأكس تساوي شنو مشتقة الكوسين هو سالب ساين اكس بعد الفتحة للسي تساوي صفر يعني معناها سالب ساين سي تساوي صفر ورا ما أضرب في سالب واحد رح يصير عندي ساين سي تساوي صفر يا زاوية ساين ما لاته صفر شفناها من خلال دائرة الوحدة قبل شوية وقلنا إذا كانت الساين أو الكوسين تأخذ صفر أو واحد أو سالب واحد مباشرة أحسب قيمة سي من دائرة الوحدة إذن يا زاوية ساين ما لاته صفر ربما تكون الصفر وربما تكون الباي دا يقول لي الفترة بالسؤال باي على اثنين ثلاثة باي على اثنين الصفر بالتأكيد لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة باي على اثنين ثلاثة باي على اثنين لكن الباي تنتمي إلى هذه الفترة المفتوحة باي على اثنين ثلاثة باي على اثنين رح يسأني طالب يقول لي شمدرين الصفر ما تنتمي شمدرين الصفر تنتمي هذه التسعين والميتين وسبعين ترى هذه تمثل قيم X يعني مو خاضعة لدائرة الوحدة إذا أردت أرسم دالة الساين ما أخذها أنت بالفيزياء دالة الموجة وما أخذها العام بالخامس إذن هنا الصفر هنا الباي على الثنيا هنا الباي هذا ثلاثة باي على الثنيا وهذا تو باي هذا الفوق واحد وجوه سالب واحد الكوساين يبدي منا إذن هنا رح يبدي بها الصورة هذه نفس العملية صفر تسعين درجة ومية واثمانين درجة ميتين وسبعين درجة تلاثمية وستين درجة إذن واضح جدا الصفر لا ينتمي إلى باي على الثنيا ثلاثة باي على الثنيا في حين الباي تنتمي إلى هذه الفترة أبسط أنواع الأسئلة ممكن تجيني بالامتحان هذا رح أطيك سؤال واجب بعد شوية من خلال شاشة الموزابوك أقول لك الأفوف أكس تساوي ساين أكس والأكس تنتمي إلى صفر باي رح تحل بنفس الإسلوب السي رح تطلع لك أما باي على ثنيا أو ثلاثة باي على ثنيا لأن مشتقة الساين ستكون كوساين وين يكون الكوساين صفر بالتسعين وبالميتين وسبعين إذن ارجعوا إياي إلى شاشة الموزابوك وتنتظرنا أسئلة ربما تكون أكثر صعوبة إذن أعزائي الحل الكامل لهذا السؤال الدالة مستمرة على الفترة المغلقة لأنها تقع ضمن مجالها الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها تقع ضمن مجالها والحل شفتوا أمامكم قبل قليل السؤال الثاني اللي وعدناكم واجب أفوف أكس تساوي ساين أكس عندما أكس تنتمي إلى الصفر باي أيضا مستمرة على الفترة المغلقة أيضا قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة ساين الصفر يساوي صفر ساين الباي يساوي صفر إذن الصور متساوية يمكن تحقق مبارهة نترول رح أجي أشتق رح أصير كوساين أكس من حولها إلى سي رح يصير عندي كوساين سي تساوي صفر يا زاوية الكوساين مالهة الصفر باي على اثنين رح تنتمي إلى هذه الفترة المفتوحة طبعا والثلاثة باي على اثنين رح أقول لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة السؤال اللي شوية أكثر صعوبة بأن الأفوف أكس تساوي 2 ساين أكس ناقص كوساين 2 أكس حيث أكس تنتمي إلى الفترة صفر باي خلي نشوف الحل الكامل لهذا السؤال السؤال الثالث أعزائي سؤال مهم جدا جدا وبعد جدا لأنه يعتمد على قوانين التحويلات للدوال المثلثية وقوانين التحويلات وأخذها بالصف الخامس ساين 2 أكس تساوي 2 ساين أكس كوساين أكس وكوساين 2 أكس بها ثلاث قوانين كوساين تربيع أكس ناقص ساين تربيع أكس وتساوي 2 كوساين تربيع أكس ناقص واحد وتساوي واحد ناقص 2 ساين تربيع أكس إذن هذه قوانين التحويلات يفترض ما أخذها بالصف الخامس رأي أحتاجها في حال هذا النوع من الأسئلة ابحث تحقق مبرهنة رول على هذه الدالة وإن تحقق الجدق ماسي الساين واحدها الكوساين واحدها تجيني مجتمعا دائما هي مستمرة ودائما قابلة للاشتقاق أستبعد أن تجيني تان كوتان سيكند كوسيكند في هذا الموضوع الأسئلة التي ممكن تجيني بالامتحان ربما تكون على الأغلب على الأعام هو ساين وكوساين حسب ما موجود عندنا بالمنهج إذن أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها وثانيا الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها هس رح أجي أبحث وياكم تساوي الصور زين صورة هنا الشرط الثالث مرة رح أجي أحسب صورة الصفر ومرة رح أجي أحسب صورة الباي صورة الصفر شساوي هنا رح أعوض أمكان الأكس صفر يعني معناها اثنيا ساين صفر ناقص كوساين ركزوا إياه هنا اثنيا في صفر اللي هو صفر يعني مو تقول لي كوساين الصفر الناتج الضربة فيه اثنيا إذن اثنيا في صفر صفر كوساين صفر إذن ويساوي ساين الصفر تعلمنا صفر كوساين الصفر هو واحد اثنيا في صفر صفر ناقص واحد اللي هو سالب واحد من العوض الباي هذا رح يصير عندي اثنيا ساين باي ناقص كوساين اثنيا باي وإذا تتذكر بالفصل الأول تقدر ترجع إلى محاضرات الفصل الأول وحتى السيطر على الموضوع لا تروح تشوف لمحاضرات متفرقة الزم قائمة التشغيل وحاول تشوفها بالتسلسل واحد من مقاطع الفصل الأول قلت لك إذا لقيت الزاوية أي باي هذه الزاوية تقرأ صفر إذا كان الأي زوجيا وتقرأ باي إذا كان الأي فرديا يعني من تجيك 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي تقرأ الزاوية صفر من تجيك 3 باي 5 باي 7 باي 9 باي تقرأ الزاوية باي إذن بهذا السؤال 2 باي يعامل معاملة الصفر كوسين الصفر هو واحد وسين الباي هو صفر شفناها قبل شوية بدائرة الوحدة إذن رح يكون الجواب صفر ناقص واحد ويساوي سالب واحد بما أن الصور متساوية إذن رح أقول يمكن تحقق مبارهنة الترو هذا السؤال رح أحاول أشرحه على كيفي بالتفصيل الممل لأنه مهم جدا جدا وورما اتأكدت أن الصور مساوية رح أجي أشتق الدالة بالنسبة إلى إذن رح أقول الفتحة للإكس تساوي هسه مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة يعني الثابت رح ينزل ومشتقة الساين منه رح يصير كوساين أكس ويا يا مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة بعد السالب رح تنزل مشتقة الكوساين أي زاوية هي السالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية يعني إذا عندي الواي تساوي كوساين يو الدي وي على دي أكس هذا شرح يصير عندي سالب ساين يو في مشتقة اليو هو دي يو على دي أكس إذن هنا مشتقة الكوساين سالب صارت هنا موجب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية ثنيا وهو يطل بيضيعون الدرجات العشرة لهذا السؤال لو هذه الثنيا ينساها لو هذه الثنيا ينساها إذن مشتقة الكوساين شنوه هو السالب ساين نفس الزاوية ليكون تغير الزاوية سالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية إذن سالب ويا السالب صارت موجب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اثنيا رول شدي يقول لي يقول لي الفتحة للسي تساوي صفر يعني رح أسوي عملية استبدال أم كان الأكس رح أكتب سي يجي طالب منها يقول لي أقسم على اثنيان لا عزيزي ورا ما تحول إلى سي ورا ما تساوي بالصفر شيد ريد السوي سوي وراها موهسة إذن رح يصير عندي اثنيان كوساين سي زائد شنوة اثنيان ساين اثنيان سي تساوي صفر هس عجبك تقسم على اثنيان إذن رح أقول تقسيم اثنيان من أقسم على اثنيان وش رح يصير عندي هس رح يصير كوساين سي زائد شنوة ساين اثنيان سي تساوي صفر لا يمكن حل المعادلات المثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة هس هنا من دا أقول لك لا يمكن هذه اللادة أريد خوفك بيها يعني تنحل مو ما تنحل لكن صعب عليك كله صعب عليك إذن إذا ما كانت الزوايا موحدة لا تحل المعادلة المثلثية هس لو اثنيانهم أسويهم سي لو اثنيانهم أسويهم اثنيان سي رح أروح على القانون الأول القانون يقول لي ساين اثنيان أكس يساوي اثنيان ساين أكس إذا كانت ساين اثنيان سي رح يصير اثنيان ساين سي كوساين سي إذن رح يصير عندي كوساين سي زائد ومو كانت ساين اثنيان سي رح يصير اثنيان ساين سي في كوساين سي تساوي صفر دير بالك هاي اثنيان ثابتة بالقانون يعني إذا كانت ساين 4x يصير 2 ساين 2x كوساين 2x إذا كانت ساين 6x يصير 2 ساين 3x كوساين 3x زيب هسة شلون احل هذه المعادلة لا تقول لي اقسم على كوساين ممنوع تقول لي اريد اسعب عامل مشترك ومن هو العامل المشترك هنا رح يكون الكوساين عامل مشترك هس رح اجي استخرج cosin c عامل مشترك هو شني العامل المشترك بالرياضيات العامل المشترك هو عبارة عملية قسمة يعني اقسم الاول القديم على العامل المشترك يطلع لي اول جديد وقسم الثاني القديم على العامل المشترك يطلع لي ثاني جديد cosin تقسيم cosin هذا واحد زاد اثنيا ساين كوساين تقسيم كوساين رح يصير عندي اثنيا ساين سي تساوي صفر واضح ان شاء الله عملية القسمة اذا العامل المشترك هو عبارة عملية قسمة وليست عملية طرح اذا بعض الطلاب يقول لي كوساين يتروح كوساين ما يبقى شيء لا شلون ما يبقى عملية قسمة مو طرح اذا كوساين على كوساين واحد الاول الجديد صار واحد اثنيا ساين كوساين من نقسمها على كوساين الكوساين والكوساين تختصر يبقى اثنيا ساين من عندي كوساين يساوي صفر يعني رح اقول اما او اذا اش رح يصير عندي هنا رح يصير اما كوساين سي تساوي صفر يزاوي الكوساين ما لاته صفر رح ارجح الى دائرة الوحدة اذا اما سي تساوي باي على اثنيا او سي تساوي ثلاثة باي على اثنيا زيان التسعين موجودة اي موجودة اذا هذه تنتمي الى الصفر باي زيان الميتين وسبعين تقول لي لا ما موجودة اذا لا تنتمي الى صفر باي هذا اما القوس الاول يساوي صفر بعد اول قوس الثاني يساوي صفر يعني راح اقول هنا او شنو واحد زائد اثنيا ساين سي تساوي صفر شون حل هاي المعادلة الواحدة عبره الى الطرف الاخر راح يساوي السالب واحد وقسم على اثنيا يعني راح يصير عندي ساين سي تساوي سالب واحد على اثنيا شنو الملاحظات اللي اخذناها قبل شوية اذا طلع للساين او الكوساين موجب او سالب نص جذرة لاذة على اثنيا واحد على جذرة اثنيا بالبداية اجردها من الاشارة حتى استخرج زاوية اسناد اذا ايش راح اقول هنا راح اقول زاوية الاسناد هي من وهي باي على ستة يا زاوية الساين مالتها نص هي باي على ستة وين يكون الساين سالب بالربع الثالث والربع الرابع اذا اما سي تساوي طريقة التعبير عن الضالث باي زائد باي على ستة اللي هي سبعة باي على ستة او راح يصير تو باي ناقص باي على ستة اللي هي دعش باي على ستة اذا هذه لا تنتمي الى الفترة صفر باي وهذه ايضا لا تنتمي الى الفترة صفر باي احيطكم علما طلبة الاعزاء بأن هذا الموضوع ما راح أسويه مستوى أول ومستوى ثاني بعض الأسئلة كثير من الأسئلة اللي راح أتحدث عنها وربما تكون ما موجودة بالكتاب لكن ممكن جدا تجيك بالوزارة راح أطيك شوية أكثر من أسئلة الكتاب على موضي الأفكار كلها تضبطها هذا الجزء انتهان منه انتظرني بالجزء الآخر إن شاء الله ورح تكون عندنا أفكار أقوى من هذه الأفكار ابقوا يا عزيزي إذن عزيزي الحل الكامل لهذا السؤال أمامكم الآن دا شوف الدالة مستمرة على الفترة المغلقة قابل للشقاق على الفترة المفتوحة الصور واضح جدا بأن الصور كلاهما متساوية اشتقيت بدلالة X وحولت إلى C وساويتها بالصفر السؤال اللي شفناه قبل شوية من خلال الصبورة أنا شمسوي هنا أمقسم على 2 يلا أمحول الثاني 2 قل لي لا ما أريد أقسم على 2 أريد أبقيها بكيفك إذا قسمت على 2 رح تسحب فقط كوساين سي عام المشترك ما قسمت رح تسحب 2 كوساين سي عام المشترك كل الطرق تؤدي إلى المية للحصول على نفس الجواب مستمرين وياكم أعزائي رح تنتظرون مع الجزء الآخر وستكون المحاضرة الثانية الخاصة بالدوال المثلثية وستكون المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات مبرهنة تيرول والقيمة المتوسطة إلى ذلك الحين استودعكم بأمان الله وحفظه شكرا